كما أعرض السيد عبدالله شاهد عن مدى إعجابه بجهود مملكة البحرين في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة البحرينية مبدياً اعتزازه بالعطاء الإنساني المتميز التي تبذله المرأة البحرينية في جميع المجالات أحيي بشدة الجهود الشجاعة التي قامت بها مملكة البحرين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة البحرينية وأنا شخصياً أعمل في فريقي إثنتين من نساء البحرين المميزات التي أظهرت قدراً كبيراً من الكفاءة والالتزام في العمل ولقد عرفت مؤخراً أن 75% من العاملين في الصفوف الأمامية للكوادر الطبية في البحرين من النساء وهذا العطاء الإنساني مثير للإعجاب التقيت خلال زيارتي بالعديد من النساء البحرينيات المميزات في المجال الدبلوماسي وغيره من المجالات ولقد أعجبت بمستوى الثقافة والكفاءة التي يتمتعن بها كما تشرفت بلقاء رئيسة مجلس النواب وهنأتها لكونها أول امرأة تتبوأ هذا المنصب وتبادلنا الخبرات والتجارب في المجال البرلماني ترجمة نانسي قنقر